أهلاً و سهلاً بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد كل واحد فينا يبحث عن فكرة الخلود على طريقته فهناك من يخط مشواره بكده و عرقه وهناك من يسافر في قلوب كل من يحب و يبقى أثره و يصنع الفكرة و يصنع الخلود انطلاقاً من فكرة بذل دمه هكذا هم الشهداء هكذا هم المضحون هكذا هم الذين يريدون لقصصهم أن تبقى شاهدة على مجدهم على عطائهم و على الوفاء و لأن الكلمة تفي كل من بذل حقه و تفي الوطن حقه في نفس الشاعر لا بد لهذه الكلمة أن تواصل صدحها بالحق حتى تستمر فكرة الحياة و ننتصر للإنسان و الإنسانية في آن واحد مشاهدين في هذه الحلقة من بيت القصيد نستضيف هنا في الأستوديو معنا الشاعر المهندسة السورية ريمان ياسين حي الله أستاذ ريمان حللتي أهلاً و نزلتي سهلاً على بيت القصيد أهلاً وسهلاً بكم وأهلاً وسهلاً بالجمهور الكريم لقناة الرافدين الفضائية هذه القناة الكريمة التي تتحفنا دائماً بكل ما هو مميز و بكل ما يدعم حرية الإنسان وكرامته في كل مكان وأهلاً بك أستاذ مصطفى وسعيد اليوم بأنني ضيفتكم هنا في بيت القصيد نحن الأكثر سعادة بوجودك معنا أكيد الشاعر ريمان في كل مرة قد يكتشف الشاعر أنه لديه ما يقوله لجمهوره فيما تعلق بذاته و شخصه و طموحه و تجربته لعل شيئاً ما أرادت ريمان ياسين أن تخبر به الجمهور قبل أن نذهب للنقاش أو الشعر عنها و عن الطموح و عن السيرة و ما شابه أريد أن أكون أنانية اليوم عندما أخاطب الجمهور فسأخاطب الجمهور على أنه كله أهل غزة فألمهم هو ألم كل مواطن عربي حر كريم أصيل كل مواطن عربي سواء في المشرق العربي إلى مغربه يدافع عن حريته وكرامته وهذا حالنا في الدول العربية تقريباً معظمها نحن الآن ما زلنا منذ سنوات في حرب من أجل الحرية و الكرامة لذلك أريد أن أكون أنانية هنا وأقول أنادي كي أحييكم لأرفع رايتي فيكم إليكم أهل غزة والكرامة في أساميكم أوجه نحوكم وجهي وقلبي في أراضيكم وصوتي يا حماة الحق يسمو في معاليكم أقول لغزة الأبطال إن النصر يأتيكم فلا تهنوا وهذا المجد في الآفاق يدعوكم أنا بنت من الشام الأبيتي جئت أرجوكم مددت يدي كي تلقى بدرب العزم أيديكم أنعم به من لقاء وأنعم بها من أبيات عالية فيها انتصار لفكرة الدم فيها انتصار لفكرة الحق الذي يرفض المساومة ولا يقبل بكل مخططات ومحاولات التنازل شعرتنا رمان قبل أن نذهب إلى الشعر والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ماذا تقولين في هذه الآية حينما تستمعين إليها حينما تقع عيناك على تفاصيلها على قبيل الشهداء في القرآن الكريم في السنة النبوية في الشعر في كل مكان ما الذي يخطر في بالك إن من أصدق ما يمكن أن يقوله الشاعر هو ما يقوله في الرساء الرساء الذي ينبع من قلبه وليس ما قد يخطه البعض من ركوب موجة أو ركوب تيار فما بالك برساء الشهداء يا سلام حين نسمع عن خبر استشهاد أحد المناضلين وأحد المقاومين الأبطال فلا يسعنا في هذه اللحظات وكل من هو موجود على أرض غزة الأبية وكل من هو موجود في أرض ما زالت تحت وطأة الحرب هو شهيد سواء أمات مقاتلا أمات نتيجة القصف صامدا في وجه الحرب الطاحنة هؤلاء حين نسمع قبر استشهادهم في الحقيقة نظن أننا نحن الذين نموت في كل مرة فهم أحياء هم أحياء وكتبت عليهم حياة جديدة وحياة خالدة فرحين بما آتهم الله من فضله أما نحن في كل روح تزهق وفي كل نفس تموت يموت فينا شيء ما وحبوب سنبولة تموت تجف ستملأ ستملأ الوادي سنابل ستملأ الوادي سنابل ومن المؤكد أن السنابل باقية منتشرة وفكرة الحياة أقوى من فكرة الموت خاصة إذا كان هذا الموت منحازا إلى جلاوزة الظلم والاستعباد والطغيان والاستبداد قبل أن نذهب إلى أولى القصائد مش مهندسة ريمان يعني فكرة الانتصار للحق هي فكرة سامية ينبغي أن يعيش من أجلها كل شاعر الشاعر الذي لا يعيش من أجل فكرة هو عبارة عن مشروع زخرفة فارغة الروح فارغة المضامين لا قيمة لها ربما إن أذهلت أو أدهشت البعض تكون هذه دهشة كاذبة وسرعان ما تتلاشى مع الوقت فكرة أن يعيش الشاعر من أجل مبدأ وهدف ينصر من خلاله الحق وأهل هذا الحق وقعها في نفسك الشاعر يعيش من أجل أفكار وليس من أجل فكرة من أجل مبادئ وليس من أجل مبدأ واحد فالقضية هي مفهوم واسع ونحن هنا لا نريد أن نضيق واسعا فنقول يعيش شاعر مثلا لفكرة الأرض أو يعيش شاعر لفكرة الأم أو يعيش شاعر تعيش شاعر لفكرة الدفاع عن النسوية مثلا لا الشاعر الحق هو الشاعر الذي يتمسك بقضايا شعبه بالقضايا التي تهم الشعب على امتداد هذه القضايا وتشعبها وتنوعها ويدافع عن كل ما يرتبط بالإنسانية الحقة نعم ففي هذا الدفاع عن المبادئ قد تجد بعض الشعراء اتخذ لنفسه زاوية معينة يطل منها دائما وقد لا أريد أن أقول زاوية فأضيقها وإنما نوعا واحدا مثلا الشاعر العراقي أحمد مطر الذي نعرف جميعا له منهج معين تميز بلافتات الغابر تمام لافتات وطنية لها مبدأ المفاجأة أو الصدمة في النهاية وهو لون جميل ومميز ومثير للانتباه والدهشة ولكن أن يقول الشاعر الشعر العمودي وشعر التفعيلة أن يقول الشاعر الشعر الوطني وأن يقول الشعر الوجداني فهذا مهم للانتصار لجميع القضايا كي يكون الشاعر متواجدا مع شعبه في كل مضمار يكون هذا الشعب فيه لا يبقى منغمسا في شكل واحد أو في موضوع واحد وإنما عليه أن يتنقل بين الموضوعات استجابة لواقع المجتمع الذي يعيش فيه وكذلك مراعاة لأحلامهم وطموحاتهم بحيث يكون لسان حال هؤلاء الذين يتحدثوا بالنيابة عنهم وأنت كذلك ناطقة بلسان حال كثيرين من الباحثين عن الحق المنتصرين له والمنافحين المكافحين في سبيل الحرية وفي سبيل الإنسان إلى أولى القصائد التي ربما تعزز هذا المبدأ وربما قبل ذلك كان لديك فكرة تريدين أن تضيئي عليها في فكرة البحث عن الحق في فكرة البحث عن الحق وهي مرتبطة تماما بالقصيدة التي أريد أن أقرأها الآن هذه القصيدة هي شبهة بمشهد مسرحي هي عبارة عن فكرة للانسلاخ عن الذات للنظر إلى الذات من بعيد يعني كأن تبتعد عن نفسك لتراقب نفسك لتفكر طبعا مع كل ما يحصل في الوطن العربي مع كل هذه الجراح التي أسخنا بها قد يتملك الإنسان اليأس والإحباط قد يشعر أن هذه السنوات المظلمة التي تمر على واقعنا وعلى أمتنا العربية هي سنوات محبطة حقا ولكن سرعان ما يعود إليه هاجس الإيمان يعود إليه إيمانه بربه سبحانه وتعالى بعدم عبثية هذا الكون وبأن كل ما فيه يسير مضطردا باتجاه حكمة أردها الله تعالى ففي هذه القصيدة أبتعد عن نفسي لأعالج نفسي وأرى كيف هي هذه الحياة تسير لنستمع إذن تفضل موتي وميلاد يصالح نبضي والوقت يمضي أم تراه سيمضي مقطوعة التأبين في نفق الحياة تداعب الناي الحزين وبعضي تستنهض الإيمان من تحت الرماد مؤذنا لنوافلي والفرضي تروي بحب الله أرضا أجدبت من وطأة الحقد الأذى والبغضي مقطوعة التأبين تحيي فطرة مدفونة بين السماء والأرضي إني صعدت ألملم الضوء المبعثرة بين أطوال المدى والعرضي يغري جزيئات العبور لبرزخ حيث الخلود بلا كيان مرضي لكن صوتا قضى مضجع رحلتي عبر الأثير ببارق منقضي قال الحياة الموت برهة عيشنا الأسماء والتكليف يوم العرضي كل السوابت في المعاني حرمة يحتاج طول خلافها للفضي متعثر متعرج نفق الحياة ملغم متفاوت في رفعه والخفضي إثنان فيه تخاصما وتسابقا والنور قاض بالتجرد يقضي جاء إليه مشعثين مغبرين ومتعبين من العمى والرمضي الأول الشاكي يجمل يأسه ويضيع ما بين الرضا والرفضي أمضيت عمري في الظلام أمضيت عمري في الظلام ولم أجد فرقا بفتح العين أو بالغمض لا ضوء مع أني قد استهلكت دهرا فيه ألف مصيبة بالركض لا ضوء ما من مخرج لا يحتوي هذا الفراغ سوى الظلام المحضي والآخر والآخر المن أنهك الجدران من غرز الأظافر بينها والقرض يحتاج أن يجد الضياء وزاده حلم النجاة على سبيل الحض ضرب الجدار بكل ما في كله لم يكترس للجرح أو للرض يا ضربة تهب النجاة فأخرجيني من متاهات العذاب بومضي إني علمت بأن كل مواجعي ستزول مع هذا الجدار الغضي والآن يقضي النور في شكواهما ويزيل كل غشاوة بالنفضي لا شيء كالعقل الذي خض الرؤى والفكر ينضح زبده بالخضي هدموا الصدود مفازة ولتعلموا لا يملك المهزوم حق النقض لكن المنتصر يمتلك حق البقاء وإن رحل نعم بكل تأكيد فكرة الوطن في تجربة الشاعر هي فكرة غنية على الرغم من كثرة الكتابات عن الوطن إلا أن لكل شاعر ما يميزه فما الذي يميز تجربة ريمان ياسين عندما يناديها صوت الوطن ويطلب منها أن تفرغ أوجاعها على الورق؟ كتبت للوطن كثيراً ولعل معظم ما كتبت هو للوطن ولكن هذه القصائد نفسها تجدها متناقضة أحياناً فقد أكون تارة في حنيناً للوطن وتارة في رغبة للعودة إليه وتارة في حالة من الدفاع عنه وتارة قد أكون كارهة لهذا الوطن الذي لربما لم أخذ فرصتي فيه لم يعطني ما يطمح إليه كل مواطن من الأرض التي يعيش عليها في النهاية مفهوم الوطن واسع وإذا أتيت لتكتب عن الوطن لن تكتب فقط عن مكان أو عن زمان بل إنه مفهوم زمكان متفرع ومتشعب فالبيت وطن والطريق إلى البيت وطن والمطار أيضاً وطن ومن بين القصائد التي سأقرأها اليوم قصيدة تعالج حالة مغادرة الوطن فهي تدور بين لحظات قبيل الصعود إلى الطائرة ولحظات بعيد النزول من الطائرة ولحظات الوجود في الطائرة ولحظات التفكير في السفر قبل السفر ولحظات التفكير فيه بعد العودة إلى الوطن من جديد وانتظار ساعة مغادرته مرة أخرى في هذه الإجازات القصيرة التي قد نحظى بها أحياناً للعودة إلى أوطاننا وزيارتها قد تكون أقصى على الإنسان من وجوده في الغربة فبداية أنت حين تعيش في وطنك لا يكون هاجس الهجرة أو هاجس السفر مرافقاً لك تعيش بالوطن وتعرف أنك تحب وطنك وتعرف أنك تتقبله كشيء بديهي لا بد منه ثم تجرب السفر تجرب الحرب تجرب الهجرة تجرب الفقد فيتنهار مفاهيم الأوطان وتستبدل يبنيها الشاعر يبني لنفسه مفاهيماً أخرى من خلال القصيدة نعم طيب الحديث الآن عن الشعر بوصفه مجدافاً على الإسفلت أو رئة ثالثة عن فكرة الشعر في حياة ريمان ياسي هل هو صديق ثانوي أم صديق أساس أم يتجاوز فكرة الصديق إلى ما هو أكثر عمقاً وقرباً من هذا الوصف الشعر حبيب خائم غريب هذا الوصف نعم وربما يكون هذا التعبير يعني لم يجرؤ أن يقوله شاعر عن نفسه ولكن بالنسبة لي علاقتي مع الشعر هي علاقة غريبة جداً علاقة غياب طويل ولقاءات حميمية لدرجة أنها تتفوق على كل سنين الغياب واسمحني أن أقول هنا سنين فالشعر في مسيرتك لنعتبر أنه كان صديقة فولة وغاب فترة طويلة جداً ثم تفجر مرة أخرى مع السفر والبعد ونعود دائماً إلى الوطن نعود دائماً لموضوع الأوطان مع الغربة ومع البعد عن الوطن عاد الشعر ليطرق بابي مرة أخرى ويقول أنا ما زلت موجوداً هنا تركتكي هجرتكي ربما عشرين سنة ولكني ما زلت قابعاً في الداخل لأعيد اكتشافه من جديد وأعيد توطيد علاقتي به من جديد بعد هذه الإجابة الفلسفية التي لم تخلو من فطنة وذكاء وقبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة سنأخذ استراحة قصيرة بعدها نعود مباشرة إلى القصيدة مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود بقو معنا شاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد والحديث هنا عن فكرة الشعر واندماج الشاعر بين الأرض وبين إنسانية أصحاب هذه الأرض والدور الذي ينبغي عليه من أجل التشبث بها وفتح أبواب الأمل أمام الناس الباحثين عن الحرية وإن بدمائهم ضيفتنا هنا في الأستوديو المهندساء الشاعر السورية ريمان ياسين إلى الشعر مباشرة هذه المرة تفضلي وقرأي لنا ما تحبين من قصائد بدت نجمة حمراء في آخر الصف روت لي عن الدنيا وضنت عن الحتف سعت لتخيط الجائعين بفكرة ترتب فحواها على هيئة الكف فعدت لهم مما روته أصابعا وعدت لنا نصفا وأدنى من النصف فلا أطعم الجوع نصاب وجودهم ولا قدم الحر الكريم إلى الضيف متى تنبت الأقدار للأم وردة بلون الجنين البكر في حرمة الوصف متى تهب الكلمات للبنت بسمة ترصع خد الورد من حمرة الحرف متى تستوي للعاشق الصب قبلة على جنبات الريح تلهو بما يخفي وكيف لنا إن لاحت العير نظرة تحمل منها القلب نبضا إلى الضعف من السلم الممتد سطرت نوتتي وطائرتي شذت بلحني عن العزف سلام وطارت في المطار حمامة على مدرج كم ذاق من شدة العصف هنا كوة القبطان حمالة الرؤى فحلم أمامي والكوابيس من خلفي وتسبقني للغيم في السر آية لها شرعة الإفتاء في رخصة العرف تقول تعالي يا تباشير غيثنا ويا قطرة تغني الجراح عن النزفي غدا أصعد العرش الأخيرة أميرة تعلق ماضيها على رفعة الأنفي وتترك إمضاء لإقرار نحوها بأن بنات الأصل ممنوعة الصرف بنات الأصل دائما ممنوعات من الصرف لأنهن عاليات شاهقات يصعب الوصول إليهن ويصعب مضاهات تجربتهن أيضا تحاولين قدر المستطاع أن تكون مختلفة هل هذا نابع من رغبة في الوعي أم أنه تصرف في اللاوعي أم من كليهما نعم أنا لا أحاول أن أكون مختلفة وإنما إنما هو اللاوعي هي تجربة اللاوعي أنا يعني مع أني أفضل الشعر الكلاسيكي إلا أني حين أكتبه يبدو حداثيا فكل ما يخرج مني من الشعر يخرج دائما من اللاوعي يقول بعض الشعراء أنهم يخططون للقصائد يكتبون بكامل الإرادة والبعض الآخر يملى عليه الشعر أنا من الفئة الأخرى التي يملى عليها الشعر فليس لدي أي طقوس للكتابة وأي رغبات مسبقة للكتابة ولو أني كنت أملك ذلك أستطيع أن أكتب حين أريد ولكن لا أفعل أما الشعر حين يأتي فهو يأتي لوحده وتخرج القصيدة وحدها دون أن أحاول فيها سواء أن أكون مختلفة أو أن أكون غير مختلفة نعم أستاذ ريمان طيب إمعانا بالإجابة العاطفية أو ربما لنكون أكثر إنصافا لمن لا يستطيعون التعبير أو لا يمتلكون أدوات التعبير هل الشاعر فقط هو من يكتب الشعر ويكتب ويستطيع أن يعبر أم أن المتلقي قد يكون شاعرا الصادق بعاطفته قد يكون كذلك المضحي قد يكون كذلك أظن أن فكرة الشعر تتجاوز الكتابة فحسب ما رأيك بهذا؟ يعني لو نريد أن نتكلم عن هذا الموضوع ضمن بكلام موضوعي تفضلي بكلام يصنف أو يدرس فسنظلم هذا الكلام يتعصب الشعراء للشعر الموزون فيرفضون إطلاق لقب شاعر على من يكتب مثلا قصائد النسر ولكن الشاعر فعلا لو أتيت لأصل الكلمة في اللغة العربية الشعر فهو شاعر فهي اسمه الفاعل وبالتالي كل من يمتلك شعورا فهو شاعر بشيء ما ولكن بجرد أن يستطيع أي شخص أن يستمع إلى قصيدة إلى لحن إلى أن ينظر إلى لوحة فيشعر بنفس ما شعر به الفنان الذي أبدع هذه المادة فهو شاعر أي القصائد التي تتوفر بها صفات البقاء والديمومة والخلود من وجهة نظرك وتجربتك الأبسط والأقرب إلى لغة العامة وليست الأجمل وليست ذات الصنعة وليست الأعمق إنها فقط الأبسط والأسلس هل تقصدين بالبساطة والسلاسة هنا الصدق والقرب من الناس مثلا؟ لا ليس الصدق والقرب من الناس بقدر ما هو استعمال الفصحة القريبة من العامية قدر الإمكان والفصحة القريبة من لغة الناس وعدم استعمال التقديم والتأخير في الشعر في بناء الجمل المباشرة تناول المواضيع يعني كقول حافظ إبراهيم الأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراقي هذا الشعر الذي يحفظه العامة يعني أنت من فريق المنادين المنادين بضرورة أن يعود الشعر إلى صفوف الجماهير لا وإنما؟ أنت تسألني ما هو الشعر الذي يصل إلى الجماهير فأخبرك هذا هو الشعر الأبقى الذي تتداوله الجماهير تكون قادرة على فهمه تقرأه بسلاسة وعسر ولكن هذا لا يعني أنني أنا من أنصار هذا النوع من الشعر هل الشعر ينتمي إلى الجماهير اليوم أم أنه يقع في طبقة يعني منعزلة عن الجمهور الذي كان ينبغي للشعر أن يلامس بكلماته هذا الجمهور هل الشعر قريب من الجمهور أم منعزل عنه بالعمومية؟ في الشعر ما يشمل كل الشرائح من الطبقة العامة التي هي تشمل نسبة 90% من الجماهير إلى النخبة بالمعنى الإيجابي والعمل الذين يعني لا نقول جهل وإنما القسم الذي يعني أشباه الأميين أيضا يتذوقون الشعر فهم يسمعون الأغاني التي تكتب باللغة الفصحى ويفهمونها ويطربون لها إذن الشعر يغطي كل هذه الفئات هناك من يكتب لهؤلاء وهناك من يكتب لهؤلاء وهناك من يكتب بينهما وتجد عند كل مجموعة من الأشخاص شاعرا مفضلا جاء في الأثر الشعري ولا أعلم إن كانت هذه الصادقة أم كاذبة أن المتنبي قتله بيت من الشعر وأراد أن يثبت أنه على قدر قوله فتابع الطريق وقتل بغض النظر عن هذه الفكرة وهذه القصة ومدى صحتها هل فعلا مطلوب من الشعر أن يكون على قدر قوله أم مطلوب منه شيء يتجاوز التجربة الذاتية أو الجهد الذاتي إلى ما هو أبعد ألا هو تحريض الآخر تنبيه الآخر يعني تبصير الآخر الدربة والطريق مطلوب من الشعر أن يكون عاقلا وحكيما سواء كان ذلك يعني أن يعود كما عاد المتنبي ليقتل بشعره أو أن يفكر بأنه لو بقي حيا سيفيد البشرية أكثر فلا يستجيب لذلك المنادي ويكمل طريقه مطلوب من الشعر أن يفاضل بين الأفضل فلربما اتخذ قرار الشجاعة مرة والجبن مرة أخرى ولكن المحاكمة العقلية لما هو الأفضل الأفضل له والأفضل لن أقول لجمهوره ولكن الأفضل لأدبه لشعره لرصيده مسيرته وتجربته نعم ما هو الأفضل لذلك لعله لم يكن من الأفضل لنا أن يثبت لنا المتنبي أنه على قدر أهل العزم وعلى قدر كلامه فيقتل بذلك نعم لربما ربما لا نستطيع أن نحسم الأمر أيضا برأي متطرف قليلا أظن أن المتنبي حين قتل كان قد قدم جل ما يستطيع تقديمه لكن العربة قالت أيضا من همته نجاته أكثر من هلاك خصمه لم يقدم على أمر من تكاليف الشجاعة إلى قصيدة جديدة الآن تفضلي اقرأي لنا ما تحبين قبل أن نخرج إلى فاصل جديد تفضلي أستاذ في حضرة الشوق إذ يغتالني الأرق سألتها ما الذي يبكيك يا طرق قالت وكف المدى حضن لأدمعها أبكي على من مضى أبكي الذين بقوا أبكي وفي شذن يغوي بذاكرتي فارموا عطور الذين اختارهم غرقوا للراحلون نسوا خطواتهم بدمي ولا سلت رئة يجتاحها العبق متى تكفين عن شكواك يا سبلا متى تكفين عن شكواك يا سبلا كانت تمدد حتى يتعب الأفق كانت تطرزها آثار نزهتنا مشيا إلى حارة بالهمس تحترق كانت وكنا وكان البوم ثالثنا ما ضمنا ريشه إلا ونفترق يا دربنا كانت الأحجار ترشدنا تحكي لنا من هنا أعداؤكم مرق نجري نطارد طاحون الهواء سدى خيولنا خشب أسيافنا ورق واليوم إذ صمتت صارت متاهتنا ننوي الخلاص ولا يبقى بنا رمق يا درب ما كل من قد طار منهزم يا درب ما كل من قد طار منهزم تدرين بعض الذين السابقوا سبقوا تدرين قد طلبوا أدنى حقوقهم من البلاد التي للعدل تعتنقوا يا الله ما غادر الحالمون الدار عن عبث لكنهم رسل من ليلنا بسقوا والسارع يطلبون الشمس في يدهم كأس الخلاص وفي تيجانهم شفقوا الفائز الواصل الناجي بجلدته من واقع مظلم أحرى به الألق والصامد الثابت المزروع سنبلة عال بهمته يقوى وينطلق يلم أصحابه من حول مقبرة يعيرهم صوته والصوت مختنق يقول يا عصبة الأشراف لا تهنوا ولتحرسوا العمر إن العمر ينسرقوا فينفضون غبار اليأس عن غدهم ويرعدون إذا أبصارهم برقوا إني على شرفة الأحلام أخبرهم في ظل نافذتي لم ييبس الحبق في ظل نافذتي لم ييبس الحبق أحسنت شعرا وفكرا وكذلك صبرا أستاذ ريمان سنخرج الآن إلى فاصل أعزائنا المشاهدين ومن ثم نواصل ابقوا معا مرة أخرى نرحب بكم أعزائنا المشاهدين وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد وصلنا إلى الفقرة الختمية في هذه الحلقة مهندسها ريمان إذا أردنا أن نتحدث الآن عن ما يشغلك في الشعر هل يشغلك الشعر نفسه أو الموضوع المميز أو الجمهور المتلقي أم أنه مزيج من هذه وهذه وتلك يشغلني يشغلني في الشعر أن لا يغيب عني مرة أخرى يشغلني في الشعر أن أحافظ معه على علاقة على مسافة أمان فإن هجرته لا يهجرني وإن هجرني لا أهجره هذا ما يشغلني حاليا أن أستطيع من خلال أن أكون معه علاقة سالمة آمنة فلا فلا يكون سبب للحزن والألم لأن لي في تجربة تجربة الشعرية يعني بعض مواقف كان الشعر فيها سببا للمتاعب والمشاكل فيهمني صنع علاقة علاقة سلام مع الشعر في كل أفرعه طيب عن فكرة الانتصار للحق والإنسان والإنسانية والأوطان المظلومة أو المحرومة المكلومة إلى آخره هل ترين أن هذا واجب على الشاعر أم أن في الأمر دعينا نقول مثلا مساحة حرية وله أن يقول أنا لا أريد أن أتحدث بهذه الموضوعات وسأكتفي بالحديث عن موضوعات معينة أم أن لك في الأمر إجابة ربما تضع الشاعر المجتهد بالتحدث عن آلام الناس ونقيضه الذي لا يهتم لهذه الآلام ربما يكون لك رأي في كليهما إلى من تميلين في البداية يعني ستكون إجابتي كما هي إجاباتي اليوم لا أعلم هل هي الأسئلة التي تستدعي هذه الإجابات أم هي الفلسفة التي نعيشها حاليا ولكن ولكن في موقف الشاعر من القضايا أيضا سلامة الشاعر من الأولويات يعني بعض الشعراء لم يستطيعوا أن يقولوا كل ما لديهم بسبب الخوف هناك من يكم الأفواه ويمنع الشاعر من الإفصاح عن انتماء معين عن توجه سياسي معين بسبب ظروف كثيرة قد يكون ما زال ضمن مكان معين أو له أحباب في هذا المكان فلا بد أن يتخذ موقفا ولكن ليس كل شاعر قادرا على تصدير هذا الموقف معك حق بهذا ومن حق كل إنسان أن يبحث عن سلامته الذاتية قدر المستطاع لكن ليس فقط السلامة الذاتية من الواجب أيضا على الشاعر سلامة من يهتم لأمر لهم أيضا نعم أكيد لكن من الواجب عليه أن لا يضحك في الوقت الذي يجد فيه غيره ويحزنه طبعا هذا شيء مؤكد يعني كل شيء في هذه الحياة له أصول التزام الحياد له أصول نعم إلى الشعر فتحرص على أن لا تخرج من الموقف ليس لديك موقف إيجابي وصدرت على موقف فاحذر من أن تصبح سلبيا إلى الشعر خذينا مرة أخرى تفضلي قالت لي المرآة ما هذا الشقاء تبدو على العينين آثار البكاء تبدو على الشفتين رجفة طفلة كم خوفوها من خيالات الشتاء تبدو على الأقدام أعباء المسير من الشروق إلى غروب الأولياء يبدو على الكفين كم لبست تسرح شعرها المجدول في رأس الوفاء تعلو على الوجنات ضحكتها القديمة والجديدة تعلو على الوجنات صفعتها القديمة والجديدة كل خيبات الرجاء والحبل في الجيد الأصم يعض أو داج الصبية مثل مصاص الدماء يا كل هذا البؤس لا مكياجة يخفي حسرة الأيام في وجه النساء يا الله ما الفكرة التي أردت أن تسقط الضوء عليها بشكل أكثر وضوحا في البيت الأخير خصوصا هو حواري مع المرايا المرآة هي صديقتي ففي كل مرة أعود لأكتب لابد لي من حوار مع المرآة سواء بمقطوعة قصيرة كهذه أو بقصيدة كاملة ولكن هذه المرة مرآتي رأت فيها إنعكاس جميع نساء الأرض المعذبات نساء الأرض في الحرب طبعا معظم ما كتبناه في فترة الحرب الأخيرة نابع من هذه الحرب فرؤية السيدات وقد تحولنا من من سيدات مرفهات أو بالحد الأدنى للرفاهية يعني من سيدات معززات إلى سيدات يعانين الحرب والجوع والظلم والقهر يعني لا مكياجة يخفي لا يمكن أن تقول لهذه السيدة تعالي أقوم لك ببعض التجميل حتى أمحو آثار هذا العذاب العينان ستبقيان شاهدتان دخان القنابل وركام المنازل المدمرة ربما حل محل المكياج لدى الكثيرات من النساء العربيات للأسف طيب الآن وقبل ما نذهب لقصيدة جديدة إلى فقرة خمسات أريد أن أطرح عليك الآن أسماء خمس مدن وتحدثينني باختصار ما استطعتي عن شعورك تجه كل مدينة فلتكن البداية من المدينة المنورة الروضة الروضة النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام وهل هناك من أمل وحلم دون زيارة روضة النبي الشريفة وزيارة البقيع دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي فقط فقط وفي هذا تضمين لما بعده يا سلام في هذا تضمين لما بعده وما بعده الحديث فهي شكوى أشكو العروبة أو أشكو لك العربة بغداد المتنبي الشعر الأصالة هارون الرشيد الحضارة هي أيضا من المدن التي أرجو وآمل أني سأزورها يوما ما صنعاء أمنا جميعا صنعاء سمعت مرة عربيا يمنيا هو رجل بسيط في البادية ووصلت إليه كاميرا التلفزيون لتحدثه فرحب بهم كانت كاميرا لقناة عربية فقال لهم أهلا بكم في وطنكم الأول اليمن بينما في كل الوطن العربي عندما يأتي الضيف يقولون لهم أهلا بكم في بيتكم الثاني في وطنكم الثاني إلا ذلك العربي قال له أهلا بكم في بيتكم ووطنكم الأول اليمن أحسن وصدق في قوله وفي جميل ضيافته وترحيبه غزة السائرون قصائدا ودروسا الحاملون على الجباه شموسا الماجدون على سياب زفافهم دم ارتضى لهم الديار عروسا الغارسون الأرض من زيتونهم كي لا يظل الزيت فيه حبيسا كي يطعم الأطفال لقمة عزة نالت بطعم شفاههم تقديسا يا أيها التاريخ إن رجالهم وقفوا وكان الخاذلون جلوسا أبناء غزة أبجدية فخرنا أمجادهم قد سطرت قاموسا أقوالهم أمضى من السيف الذي ما زال في صدر العدام غروسا أفعالهم مرآة ما قالوا لذا تجد العدو ملوعا مهووسا أخلاقهم من سيرة الهادي فهم ربوا على نهج النبي نفوسا نسجوا خيوط الفجر بردة نصرهم ومضوا لحتف رافعين رؤوسا صمدوا فكانوا كالرواسي لم تزل تتعجل الفجر الجديد أنيسا يا ثائرا كي تصطفيك بطولة قدمت مهرا غاليا ونفيسا أشرقت وجها بالرضا في حين كان أمامكم وجه الحياة عبوسا يا ابن هذه الأرض دمع شقائها أسمتك في عرف العلاق الديسا أسمتك آيات النضال ورتلت ذكرا يظل على المدى فانوسا هو ثارنا الأبدي والنصر الذي يلد الصباح المشتهى محروسا هو ثارنا الأبدي والنصر الذي يلد الصباح المشتهى محروسا وسيبقى محروسا بالله ثم بكل الصادقين لكل ظالم نهاية والمظلوم سيقتص له ربما دنيا قبل آخر وهذه سنة الله في الكثير من المواقف أن ينتصر للمظلومين من الظالمين في الدنيا قبل الآخرة وربما اتدخر لبعض الظالمين عقابا وعذابا في الآخرة وإن كانت نهايتهم تبدو بصورة لا تشبه أنها قصص إلهي لكن القصص قادم سواء في الدنيا أو الآخرة من فكرة الظلم والظالم ما رأيك في هذا؟ يعني كأنك اليوم تتعمد أن تحصل مني على إجابات متطرفة خذي راحتك جاوبي بما تحبين لو أن الإنسان اعتمد على فكرة القصاص الدنيوي لكفر نعم فلنقرأ حقائق ونبتعد الآن عن الأمل وعن التفاؤل وعن الدروس التي أشبعونا بها هل ترى أن الظالم ينال عقابه في الدنيا؟ أنا من جهتي لم أرى ظالما في حياتي وقد بلغت من الكبر عيتي قد نال قصاصه في الدنيا لم أرى حتى الآن نقول اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك لكن النهاية تحمل علامات ودلالات على أنه ذاهب لقصاصه وللعدالة الإلهية هذه هي الإنسان يجب أن يؤمن أن الظالم سيأخذ حقه في الآخرة العدالة الإلهية والقصاصات الدنيوية كانت لقوم عاد وثمود أنا أرى يقولون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة أقول لهم هذا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم أحسبوا أن هذه الاستثناءات وهذه المعجزات وهذا الدعم الإلهي قد توقف لأننا أبلغنا الرسالة نحن الآن مكلفون اليوم أكملت لكم دينكم لدينا الدين لدينا القرآن لدينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن مكلفون وليس لنا معجزات واستثناءات اللهم إلا فيما خلت تدبير الله الذي نجهله أما أن تجلس وتقول سأنتظر الدعم وسأنتظر الملائكة وسأنتظر الفئة القليلة لتغلب هذا الآن في عالمنا ونحن الآن في عام 2024 والعالم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بعست وساعة كهاتين الأمر مترك لنا نعد العدة ربما كان الله تعالى يملي للظالم حتى ينتقم منه أشد انتقام في يوم القيام على الإنسان كي يحافظ على إيمانه وعلى فطرته وللأسف الدلائل في المجتمع والواقع كثير من الشباب الذين ابتعدوا عن الهدي الحق بسبب هذه الفكرة عليك أن تزرع في نفوس الناس أن القصاص في الآخرة رب العالمين سيقتص من الظالم وسيهلكه في جهنم وبئس المصير وسيكون الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وسينتصر المظلوم في الآخرة أما في الدنيا واحد زائد واحد يساوي إثنان ولا شك في موقف العدالة الإلهية نعم وصلنا إلى الختام أستاذة في الختام ماذا تحبين أن تقولي؟ قول أم قصيدة؟ قول أقول ربما أعتذر من الجمهور الكريم إن كان كلامي قد أثار لديه بعض الريبة العكس ربما كثيرون يذهبون ولكن أنا مع أن يكون الإنسان واضحا وشفافا مع نفسه أولا ولا يتخيل الحياة الوردية وأن يكون ممتلكا للعدة والإيمان والإقدام الذي يؤهله لأن يواجه هذه الحياة بسوداويتها قبل بياضها إذن تلكم الوصية فالزموها وواصلوا نصرة الحق والوقوف في صف الحق ضد الباطل سينصر الله أهل الحق وإن طال أمد الظلم وظن الظلمون أنهم مكنوا جاءهم بأس الله بياتا أو هم قائلون مشاهدين الكرام قبل الختام نترحم على كل الشهداء الذين ارتقوا في سبيل الحرية في سبيل ما يؤمنون به من قيم ومبادئ في سبيل أرض يتشبثون بها ويأبون أن يتخلوا عنها سلام لغزة وهي تحمل ومشعل الحرية الذي ينتظر زيتا ووقودا من أمة كاملة عليها أن تؤدي دورها كاملا غير منقوص سلام على شقيق الشهيد واسمحوا لي أن أخرج عن النص بهذه التحية سلام لروحه العطرة التي أسأل الله أن تكون الآن في حواصل طير خضر هو وكل الشهداء الذين قضوا في سبيل الحرية قضوا في سبيل أولى القبلتين وثالث الحرمين مشاهدين الكرام الأسبوع المقبل بحول الله وإذنه وقوته يتجدد لقاؤنا إلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا